قفز التيار الصدري بقوة الى الواجهة بعد الانتخابات العراقية لكن قيودا ايرانية قد تحد من تحرك سائرون وزعيمه مختدى الصدر بهدف تشكيل اتلاف حكومي صلاح العبادي المتحدث باسم سائرون حدد تصورا للمرحلة المقبلة بان السيادة العراق ستكون الموجهة للحكومة الجديدة وحذر كل من يقحم نفسه في السياسة العراقية من تجاوز الشعب كلمات يبدو انها موجهة الى ايران التي تريد قطع الطريق على الصدر للتأثير في المشهد السياسي العراقي فعلاقة الصدر مع ايران معقدة بعد ان ندد بتدفق عتادها الى الميليشيات الشيعية في العراق كما اثار سخط ايران بسبب انفتاحه عربيا خاصة على السعودية والامارات حسب تقرير لوكالة السيشيتد بريس يجد الصدر خياراته محدودة بسبب ايران التي تحاول حشد القوة الشيعية البارزة في الشرق الاوسط لاضعاف الصدر كما يمثل صعود الصدر تهديدا لزعم ايران التحدث باسم الغالبية الشيعية في العراق وهي سابقة قد تغذي حركات شيعية اخرى في المنطقة طهران اوفرت قاسم سليماني لجمع حلفائها في تكتل ضد الصدر بالمقابل في رسالة الى طهران ظهر الصدر مع عمار الحكيم الذي ابتعد عن فلك ايران في السنوات الاخيرة كما انه وفق مراقبين يميل الى خطب ود حيدر العبادي الذي فاز تحالفه النصر بالمركز الثالث وهو مقبول ايضا عراقيا وعربيا